كلمة مؤسرة جداً على فيك خيك الكبير أو بيك منصور التاني عاصي الأول مظبوط شو كان النصيحة الأكبر اللي تخذها من منصور الأحباني؟ أنا وعيد على الموسيقى من عمر ثلاث سنين كنا بمنزل متواضع بقرب مدرسة للراهبات الأنطونيات كان يأتي إلى أذني صوت البيانو بدون ما أعرف أنه هذه آلة أنا أحس بها الشيء من الطبيعة يعني كيف أنه كيف بيجي عندما يكون في الرابعة أنا بقول كتبها مطرح لا يسأل الولد من أين يأتي الريح من أين يأتي الليل من أين تأتي خيوط الشمس هو عم بيلعب من أين تأتي الموسيقى صوت الموسيقى كان يأتي إلى المنزل المتواضع ما أعرف شو هو أعرف فيه جمال لقطعطين موسيقية اسمها أيتاب الحب بالفرنسي اسمها ريبروش دامور وفاق أرجنتين أمواج فضية هوا غيروا لي فاتوا أخدوني إلى عالم العالم العالم الأحلام كنت بدك تكون عازم هدفك الأساسي كان بد يكون هيك الإنسان بعدين لما كبرت شوي هالقطع شفتهم عم يلعبوا ما بعرف كيف جيبوا بيانو ما كانت الحقيقة تسمح يجيبوا بيانو جيبوا بيانو كانت أختي سلوى مرت العبدالله الأخطى للشاعر بلش يتعزوا في هالقطع يعني صار عندي تواصل من أياما أنا عم بلعب بقلك بالحصة البحث يعني بس يجيبوا لهن عن البحر من شيء ما جرح إيدي إنو هيدا شيء لكشري إنو الحجر هيدا شيء سبيسيال إيه سبيسيال هوا مش إنو سيارات ما بعرف شو سيارة كانت ولا شيء شو كنت تتخيلون هدو؟ مشي بصير صفون عبليون ما الإلعبون حط زيح رجع جيبوا هيك والبيانو ماشي مع الشمس والليل يعني سخلف دخل تركيبتك دخل تركيبتك يعني مع الأكل والشرب واللعب وال الفيزيولوجية طبعا الإنسان ما كنت أعرف وفجأة شفت أختي لأن كانت تتعلم عند الرهبة تدرس بيانو وعلم لقيت بيانو وهي عم تعزفون هالقطع رجعت صوت قعد حدا على البيانو بعدين صارت إلي حط إيدك هوني وحط هاي بلشت أنا حتى صار لما بلشت بالعمر السبع سنين جابوا لي البيانو السيز اسمه بيرتران روبيار هيدا اللي علم كل اللبنانية اللي قابلي عاصي ومنصور وطفيق وزكي وبغوز جلاليان كلهم وأنا دلدرس معه بعدين لما صرت تقدمت بالبيانو جابوا لي بيانيست من أهم البيانيستية بالعالم بالعلم اسمه ميشيل بورجو ودرست معه كان إلي الحظ كان يعلم بالأكاديمي دي بوزار يعني القلبة درست معه 8 سنين بالإضافة إلى هوديكي 5 سنين وكنت عم بتعلم كل شي علوم موسيقية وخلصت وصبت بوجع هيدا اللي ردعك هيدا ردعني عن إنه حلمك بالعالمية بأنك تكون هذا البيانو عالمي مزبوط أحبطك هيدا الشي أحبطني سنة رحت أتعلم التجارة قررت خلص تنصف فكرة الكاملة أنا شو بدي أشغل وبتعرفي إنه كل ما بدي دق بيانو خلص ما عدت أدرس بصلي هيك رحت عند مطرح بيعلمه الدكتيلو لما فتعط على الدكتيلو قال لي ليك ليك هلأ بتحط إيدك هون على الأول بي وبتعمل طق 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 هو يوم عم ماشي هو تركني هو تركني وراح ما هو ما بيقدر يعمل أزا جديد واحد طق 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 لأ بس طق بس يحطي يرجع الطق وبيبرم إيده وبيعلق أصبعه من الدكتيل الأديم أنا هو ماشي عملت له وترررررر رجع قال لي شو عم تعمل طلع قال لي مضبوط كيفعملت كما تفعلها؟ ما تفعلها؟ لا أستطيع أن أدرس بيانو أصبح صعب لـ A-X بعدين علموني نص ساعة محاسبة مع حملها رأسي رجعت للإعداد الموسيقي رجعت على صوت أعزف شوية صوت باللش بالتأليف